اشتركوا في القناة على الساحة الوطنية وجهود التي يبذلها المبعوث الاممي للتوصل الى حل سياسي شامل واشهد نائب رئيس الجمهورية بالجهود التي يبذلها المبعوث الاممي وفريقه الخاص في هذا الاطار مجددا التأكيد على حرص الشرعية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية على احلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاثة المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتي تنفيذية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الامن الدولي ثانو عشرين ستة عشر شدد رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك على اهمية ايجاد نهج جديد في الادارة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن يتوازى مع التطلعات من تنفيذ اتفاق الرياض وقادر على التعاطي مع المشكلات والتحديات التي تراكمت منذ عام وتنعكس نتائجها بشكل سريع على المواطن ومعيشته اليومية ومستوى الخدمات الاساسية جاء ذلك خلال لقائه محافظ عدن احمد حامد لملس حيث جرى مناقشة الاولويات العاجلة في مهامه والعمل والتنسيق المشترك لتخفيف معاناة ابناء العاصمة المؤقتة عدن جراء ترد الخدمات الاساسية وتثبيت الامن والاستقرار والسكنات العامة والسعادة مكانتها ودورها واكدت دكتور معين عبد الملكة الحكومة ستكون عونا وسند للمحافظ لملس للقيام بواجباته ومسؤولياته وتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لانتشار المحافظة من وضعها الحالية اعلنت لجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مسجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا حيث تم تسجيل خمس حالات وفاة وخمس حالات اصابة جديدة بالاضافة الى تسجيل اربع حالات تعافي وقالت اللجنة ان محافظة حضر موت سجلت اربع حالات وفاة وخمس حالات اصابة جديدة ما ارفع عدد الحالات في حضر موت الى ثمانمائة وحالتين منها مائتان وثمان واربعون حالة وفاة ومائتان وسبع وثمانون حالة تعافي واضافت اللجنة ان محافظة شبوة سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى خمس وثلاثين حالة وفاة كما علنت اللجنة عن تسجيل محافظة لحج أربع حالة تعافي وشفاء وبهذا يكون إجمالي الحالات التراكمية المؤكدة في بلادنا 1831 حالة منها 523 حالة وفاء فيما بلغت حالات التعافي 919 حالة تعافي سقط قتل وجرح من عناصر ميليشة الإقلاب الحوثية بعدة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم شرعية في محافظة صادة واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مجامعة تابعة للميليشة الحوثية أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع لقوات الجيش الوطني في مديرية كتاف وأسفلت الغارات عن سقوط قتل وجرح في صفوف الميليشيات الحوثية إلى جانب تدمير آليات قتالية تابعة لها وتشهد جبهة صعد مواجهات متقطعة بين الفينة والأخرى تتكبد فيها الميليشة الإقلابية خسائر كبيرة استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات جوية مركزة تعزات حوثية في محافظة الجوف أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المقاتلات استهدفت بأربع غارات جوية التعزات الحوثية بالقرب من سوق الثلاثاء بمحافظة الجوف وبحسب المصادر دمرت المقاتلات عدد من الأطقم ومصر عدد من كان على متنها من الحوثيين وشاحنة تحمل ذخائر وأسلحة قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بضربة جوية لمقاتلات التحالف فيما وقع سبعة آخرون في قبضة رجال مقاومة قيفة بعد أقل من 24 ساعة من أسر مجموعة مع مشرفها في محافظة البغضاء مصدر ميداني أكد سقوط عدد من القتل وجرح الحوثيين في منطقة ذي كالب العليا بجبهة قيفة بغارة جوية استهدفت تجمعات ومواقع تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثي في السياق قال مصدر قبلي إن رجال المقاومة والجيش تمكنوا من سقاط عدد من القتل فيما وقع سبعة آخرون جرحا نهاية المجالزة شكرا لكم في المتابعة للقاء